موسيقى السلام عليكم متابعي المحترمين أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين الناطقين باللغة العربية في الدرس الماضي تحدثنا عن واحد من أهم الأفعال في اللغة الفرنسية وأكثرها استعمالا على الإطلاق وهو الفعل ورأينا كيف يمكن أن نصرف هذا الفعل في الزمن الحاضر مع الضمائر الخاصة بالمفرد حيث رأينا أنه يصرف هكذا ورأينا أيضا المعنى الذي يدل عليه هذا الفعل حيث أننا عندما نقول ج فالمعنى هو أنا لدي أو أنا عندي أو أنا أملك تيا أنت لديك أو أنت تملك أو أنت عندك إلا تعني هو لديه أو هو عنده أو هو يملك بالنسبة للمعلومات الجديدة الخاصة بدرس اليوم فهي تتعلق بالضمائر التي تدل على الجمع وهي حيث أن الفعل يكون شكله مع الضمير نو هكذا ونقرأ الضمير مع الفعل هكذا طبعا نوزابان تعني نحن لدينا أو نحن نملك أو نحن عندنا بالنسبة للمعلومات الجديدة نقرأ الضمير مع الفعل يلزابان تعني أنتم لديكم أو أنتم عندكم أو أنتم تملكون بالنسبة للضمير إل avec س الذي يدل على الجمع فإن شكل le verب avoir يكون هكذا ونقرأ الضمير مع الفعل إلزان تعني هم يملكون أو هم عندهم أو هم لديهم إذن هكذا يكون التصرف الفعل أفعل أفعل في الزمن الحادر le verب أفعل أو présent جِي تُوَا إِلَا نُّزَوَا وُزَوَا وِلْسَوَا لنأخذ هذه الجمع جِي أَنْ أَكْزَمَنْ سَمَتَنْ جِي أَنْ أَكْزَمَنْ سَمَتَنْ جِي أَنْ أَكْزَمَنْ سَمَتَنْ هذه العبارة تعني عندي اختبار هذا الصباح سمتا تعني هذا الصباح عندما نقول لمتا فالمعنى الصباح إذا قلنا سمتا هذا الصباح كلمة اكزاما تعني اختبار أو امتحان جي اناكزاما أي عندي امتحان إذن الجملة جي اناكزاما سمتا التي تعني عند اختبار هذا الصباح لنحاول أن نجد الفعل avoir في هذه الجملة أين هو الفعل طبعا نجده بكل سهولة وهو السؤال الآن لماذا كتبنا بهذا الشكل الجواب بكل بساطة لأن الضمير الذي صرف معه الفعل هو الضمير ج والذي كتب طبعا جي أبوستخوف نظرا لالتقاء حرفين من حروف إذن يصبح الضمير مع الفعل جي نمر للجملة الثانية هذه الجملة تعني باللغة العربية لدينا مشروع جديد أو عندنا مشروع جديد كلمة مشروع هي إذا أردنا أن نقول لدينا مشروع سنقول لدينا مشروع جديد فإننا نضيف كلمة نوو وهي صفة تعني جديد نوو نحن نوفو لنبحث إذن عن الفعل هنا لنبحث إذن عن الفعل هنا لذي في الجملة إنه أَوْن إذن لماذا كتبنا لذي في هذا الشكل لماذا اتخذ لذي في الجملة بكل بساطة عزيز المتابع لأننا صرفناه مع الضمير نو إذن لابد أن يكتبها كذا A-V-O-N-S Avant Nous avons un nouveau projet Vous avez une question Vous avez une question La question تعني سؤال Vous avez une question أي أنتم عندكم سؤال أو لديكم سؤال أين هو le verbe avoir هنا؟ إنه A-V لماذا اتخذ le verbe avoir هذا الشكل في الجملة؟ بكل بساطة لأننا صرفناه مع الضمير Vous إذن لابد أن يكتب هكذا A-V-E-Z Vous avez une question في هذه الجملة Il a 4 enfants Il a 4 enfants Il a 4 enfants كلمة enfant سابقة ورأيناها عدة مرات وتعني هنا أبناء أو أطفال لأنها جاءت جمعا حيث نرى أن هناك حرف S في النهاية كلمة 4 تعني أربعة لذلك فإن كلمة enfant هي تدل على الجمع Il a 4 enfants تعني عنده أربعة أبناء أو لديه أربعة أبناء يمكن أن نقول أيضا أربعة أطفال الآن أين هو الـ verbe avoir في هذه الجملة إنه A إذن لماذا اتخذ الـ verbe avoir هذا الشكل في هذه الجملة بكل بساطة لأنه تم تصريفه مع الضمير Il ومع الضمير Il فإن الـ verbe avoir يكتب هكذا A إلى 4 enfants عنده أربعة أبناء هذا الجملة تعني عندك مشكل كبير Un problème هو مشكل grand سبق ورأين هذه الكلم عدة مرات تعني كبير إذن أين هو الفعل في هذه الجملة السؤال لماذا اتخذ هذا الشكل نعم بكل بساطة لأن الضمير هنا هو ت إذن لابد أن نكتبه هكذا A S طبعا لا يصح أن نكتبه A فقط رغم أن النطق لا يتغير لكن لا يمكن أن نكتبه ب A فقط لابد أن يكتب A S وإن اعتبر ذلك خطأ إملائي Tu as un grand problem لدي que مشكل كبير لديها الجواب الصحيح لديها الجواب تعني الجواب إذا أضفنا كلمة la bonne réponse أي الجواب الصحيح الفعل 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 هو A طبعا كتب بهذا الشكل لأن الضمير الذي صرفنا معه الفعل هو L سبق ورأينا أن الضمير L الذي يدل على المذكر والضمير L الذي يدل على المؤنث نصرف معهما الأفعال بنفس الطريقة في الزمن الحاضر L A تماما مثل إذن ألا la bonne réponse لديها الجواب الصحيح أو عندها الجواب الصحيح Nous avons un rêve Nous avons un rêve Un rêve تعني حلم إذن Nous avons un rêve تعني لدينا حلم أو عندنا حلم الفعل هنا هو أضم لماذا اتخذ الفعل هذا الشكل هنا بكل بساطة لأن الضمير الذي صرفنا معه الفعل هو Nous الجملة إذن Nous avons un rêve لدينا حلم كمال A une réunion Une réunion تعني اجتماع كمال A une réunion تعني إذن كمال لديه اجتماع أين هو الفعل في هذه الجملة بكل بساطة إنه A لا شك عزيزي المتابع أنك تلاحظ في هذه الجملة غياب الضمير ليس هناك أي ضمير ليس هناك ج ولا ت ولا إل ولا ن ن نلاحظ غياب الضمائر في هذه الجملة لكن إذا أردنا أن نعوض كمال بالضمير المناسب في لغة العربية طبعا الضمير المناسب هو نقول هو أي كمال في لغة الفرنسية كلمة هو في اللغة الفرنسية تكتب هكذا إيل إذن الضمير إيل يعوضه الإسم كمال حيث أن الضمير المكافئ للإسم كمال هو إيل الذي يدل على المفرد الغائب هو لذلك نكتب الفعل أفواغ تماما كما لو أنا لدينا الضمير إيل الذي يعني هو والذي يدل عليه هنا كمال إذن تصبحوا الجملة كمال أ إيل ريونيو دون حاجة إلى استعمال الضمير في هذه الجملة لذي يدل الفعل دي دووار سكولار دي دووار سكولار تعني واجبات مدرسية الواجبات هي لذي دووار سكولار تعني مدرسية مرتبطة بالمدرسة الفعل طبعا هنا هو أن نلاحظ مرة أخرى غياب الضمير في هذه الجملة لكن إذا تحدثنا عن الأطفال ما هو الضمير المناسب لتعويضهم في اللغة العربية الضمير المناسب طبعا هو هم 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 في اللغة الفرنسية يكافئها إذن الاسم لذي دووار نصرف معه الفعل هكذا وتكتب لأن الاسم يكافئه الضمير إذن نقوم بتصرف الفعل تماما كما لو أن لدينا الضمير إذن إذن تعني الأطفال عندهم أو لديهم واجبات مدرسية والفعل صرفناه هنا مع الضمير الذي ينوب عنه في الجملة كلمة التي تدل على اسم في حالة الجمع هكذا عزيزي المتابع نصل إلى نهاية هذا الدرس إذا أعجبكم نتمنى أن تشاركوه مع أصدقائكم الراغبين في تعلم اللغة الفرنسية من البداية ختاما وكالعادة نشكر لكم طيب المتابعة ونتمنى لكم دائما رحلة موافقة